طيب مين اللي بيقول الكلام ده؟ أنا مبرح قلت على أسامة مونير اللي بيقول الكلام ده مش أسامة جويش اللي قاعد بر مصر لا ده أسامة مونير اللي قاعد جوا مصر لليوم التاني على التوالي اللي بيقول اللي أنا بقوله ده مش أسامة جويش بس اللي قاعد بر مصر لكن الأستاذة لميس الحديدي بطلت موقعة الكهرباء مع كل العصور أيام الرئيس الراحل محمد مرسي ودلوقتي كمان لميس الحديدي تأخوض حربا لا نعلم عنها شيء فيتو بينقل عن لميس الحديد يقولها أن الكهرباء لا تنقطع عن الساحل الشمالي وفصل الطيار سبع ساعات في الصعيد الله عليك يا أستاذة لميس هو ده هو ده الإعلام هي دي الإعلامية المدرسة اللي احنا عايزينها شوف لميس بتقول ايه لو بنتكلم عن عدالة تاني بتتكلم عن العدالة هو شوفت زي العنوان العريض للموضوع ده العدالة لو بنتكلم عن عدالة تخفيف الكهرباء لم تكن مطبقة مش مطبقين عدالة بصراحة فيه ظلم يا جماعة وهناك مناطق في الصعيد تم فصل الكهرباء عنها بالسبع ساعات يعني مش ساعة وعشرة عشرة قبل وعشرة بعد يعني مساعة وتلت يا مدام لميس يعني شركة الكهرباء والوزارة والحكومة بيجذبوا عايزة تقولي كده ده كمان بتقول اكتر من كده بتقولك والمعادي ثلاث ساعات والساحل الشمالي متلألئ شوف استقدام العبارات والجمل والله مدرسة مدرسة صحفية وإعلامية نتعلم منها في الحقيقة يعني بيقولك ايه الساحل الشمالي متلألئ والعمارات تحت الانشاء مليئة بالإضاءة هذا ليس سلوك دولة تعاني من مشكلة كهرباء هذه ليست عدالة توزيع الأضرار اوقف هنا ايه يا مدام لميس ده ايه حبوب الشجاعة دي انا من هنا بوجه التحية للميس الحديدي واوجه لها الشكر اي نعم انت لسه ما وصلتش لمرحلة مش قد الشيلا ما تشيلش يا سيسي لكن اهي خطوة يعني كونك تقولي انه الساحل متلألئ دي حاجة كويس ما هو الساحل ده على امتداده العالمين الجديدة ما خلي بالك لميس برضو بتستخدم احيانا الكناية والاستعارة المكنية برضو لميس درسة عربي حلوة يعني فلما تقول الساحل هي قصدها شوية على العالمين الجديدة بس مش عايز تقول العالمين الجديدة عشان سيادته بيزعل فبس وقفت عند الساحل وانت فهم بقى وانا مش قصدي الساحل عارف انت كان فيه ترند طالع تقول حاجة وانا مش قصدي مش عارف ايه فهي بالضبط قالت كده وبعدين بتقول بقى السطر الخطير جدا هذا ليس سلوك دولة تعاني من مشكلة كهرباء هذه ليست عدالة توزيع الاضرار يعني لميس الحديدي هنا بتنتقد الدولة بتنتقد سلوك الدولة سلوك النظام يا للهول ايه اللي بيحصل يا جماعة هل دي من علامات الساعة الصغرى ام الكبرى لميس الحديدي بتنتقد الدولة وسلوك الدولة وسلوك النظام ممثلا في فخامة الرئيس المشير الركن عبدالفتاح السيسي ده شيء غريب جدا تعالوا نكمل مع لميس لانها مسكتتش لميس مكملة في القصة لميس بتنتقد النظام في موضوع الكهرباء لميس بتتكلم باسم الناس بتقول سحل الشمالي مولع كهرباء بشكل مستفز وفي المناطق السكنية خاصة السعيد والمحافظات الكهرباء يتم انقطاعها بالساعات مدام لميس انا الحقيقة سعيد بك جدا بتكمل لميس وبتقول الناس في الصعيد بتسرخ الكهرباء مش رفاهية يا جماعة ارجو ان احنا نفهم عشان الازمة الطارئة لازم نفهم انا بتكلم كمواطن هتعوضني ازاي الله عليك يا مدام لميس في فطورة الكهرباء ولا تطلع تعتذرلي الناس بتتقلي من الحر كبار السن والمرضى والناس اللي بتتحبس في الأسانسيرات واللي مش عندها مية ايه ده بسبب احنا عايزين نعرف مين سبب الازمة ومين الغلطان واتنتهي ايه ده يا مدام لميس خدي الورق والله بجد والساعة والبرنامج والاستوديو تعالي وقفي هنا على رأيي رفاعة دسوقي في الإسطورة ده انت تمسك الشيشة بقى لا انت تيجي مكاني يا مدام لميس مدام لميس الحديدي وكأنها هي المزيعة بتاعة آخر كلام دي وكأنها بتحضر معنا اجتماعات التحرير الله هو احنا مش قولنا الكلام ده في آخر كلام احنا مش بقالنا أسبوع بنهاتي في موضوع الكهرباء انا مش وجهت عشر أسئلة مبارح وقلت في الآخر هتخلص امتى ومين الغلطان ومين سبب الأزمة هي مش دي الأسئلة اللي أسامة جويش وجهها مبارح على الهوى يعني هو حلال على لميس حرام علينا يا جماعة ما هي مصرية وأنا مصري هي مواطنة مصرية وأنا مواطن مصري لها حق أن تعبر عن رأيها وليه حق أن أعبر عن رأيها الله اشمعنا بلميس بتقول الكلام دلوقتي فدي حاجة كويسة جدا ولما احنا اتكلمنا الناس زعلت وطلقتوا علينا لجانكو الإلكترونية عزيزي اللجنة الإلكترونية التي تعمل براتب من المخابرات العامة عليك بلميس الحديد لا تتركها فقد صبقت لميس صبقت لميس وانقلبت على النظام إنها تنتقد سلوك الدولة إنها تسأل من المسؤول وما هو سبب الأزمة لقد صبقت بنت الحديدي إزاي يا لميس بتعملي حاجة زي كتا دي فوضى ده تسايب الحقيقة تخيل إنها بتتكلم عن كبار السن والمرضى والناس اللي بيتحبسوا في الأسانسيرات زينا زي ما احنا تكلمنا تخيل إن لميس بتقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله الله يعني ده كلام منطقي بيصدر من أي حد ده مش شرط تكون إعلامي معارض للسلطة أو مؤيد للسلطة عشان تقوله يكفي إنه بعندك شواء ضمير قد كده تحس بالناس فتقوله فكون لميس عندها ضمير وحسة بالناس وقالت الكلام ده فأنا بصراحة والله بدون أي سخرية أو هزار أنا بواجه لها التحقيق والمفروض إنها تكمل في ده هقول تاني ما وصلتش المرحلة مش قد الشيلا ما تشيلش أوكي يمكن تكون في الطريقة لكن ده كلام محترم احنا قلناه في آخر كلام والمفترض إن الكلام ده هو اللي يتقل في كل حتة وأكتر منه ويتم تحميل المسئولية للمسئول اللي هو عبد فتاح السيسي ومصطفى مدبولي والوزير محمد شايل